بالنسبة ليه الأستاذة صفاء بتبيع أشياء بالتقصيد فبتعطي الفلوس لحد ينزل يجيب للي عايز الشيء معين فينزل معي يجيبه مثلا صاحب واحد عايزة تشتري حاجة فتدي لصحبتها أنها تشتريها لها فبتوكلها يعني فهي بتقول ده يجوز ولا ما يجوز بعد كده بتقصت المبلغ لا مانع لأنه زي ما سألت حضرتك وفهمت أن ده نوع من الوكالة أنت بتوكل حد ينزل يشتري للزبونة اللي عايزة شيء معين الحاجة اللي عايزة وبعد كده بتقصت لخضرتك يتم التقصيد على المبلغ فهينا المال مقابل مال أو المقابل يعني المدة اللي أنت حتقصتي فيها المبلغ فليس دريبة صاحبة السؤال